ضمت قائمة الإرهاب الصادرة عن مملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الأمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ضمت 59 شخصا من 10 جنسيات عربية وحسب البيان الصادر فإن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجدات مشبوهة تعلن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياضي عام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكملي عام 2014 مما عرض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا في قوائم الإرهاب المحضورة لديها والتي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والتي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها وتؤكد الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم وأضرت بالإنسانية الأفراد هم خليفة محمد تركي السبيعي قطري الجنسية عبد الملك محمد يوسف عبد السلام أردني الجنسية أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام أردني الجنسية إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر قطري الجنسية عبد العزيز بن خليفة العطية قطري الجنسية سالم حسن خليفة راشد الكواري قطري الجنسية عبدالله غانم مسلم الخوار قطري الجنسية سعد بن سعد محمد الكعبي قطري الجنسية عبداللطيف بن عبدالله الكواري قطري الجنسية محمد سعيد بن حلوان السقطري قطري الجنسية عبدالرحمن بن عمير النعيمي قطري الجنسية عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني يمني الجنسية خليفة بن محمد الربان قطري الجنسية عبدالله بن خالد الثاني قطري الجنسية عبدالرحيم أحمد الحرام قطري الجنسية حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي كويتي الجنسية مبارك محمد العجي قطري الجنسية جابر بن ناصر المري قطري الجنسية يوسف عبدالله القرضاوي مصري الجنسية محمد جاسم الصليطي قطري الجنسية علي بن عبدالله السويدي قطري الجنسية هاشم صالح عبدالله العوضي قطري الجنسية علي محمد محمد الصلابي ليبي الجنسية عبدالحكيم بلحاج ليبي الجنسية المهدي حاراتي ليبي الجنسية إسماعيل محمد محمد الصلابي ليبي الجنسية الصادق عبد الرحمن علي الغرياني ليبي الجنسية حمد عبد الله الفتيس المري قطري الجنسية محمد أحمد شوقي الإسلام بولي مصري الجنسية طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر مصري الجنسية محمد عبد المقصود محمد عفيفي مصري الجنسية محمد الصغير عبد الرحيم محمد مصري الجنسية وجدي عبد الحميد محمد غنيم مصري الجنسية حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي إماراتي الجنسية حاكم عبيسان الحميد المطيري سعودي وكويتي الجنسية عبد الله محمد سليمان لمحيسني سعودي الجنسية حامد عبد الله أحمد العلي كويتي الجنسية أيمن أحمد عبد الغني حسنين مصري الجنسية عاصم عبد الماجد محمد ماضي مصري الجنسية يحيى عقيل سالمان عقيل مصري الجنسية محمد حمادة السيد إبراهيم مصري الجنسية عبد الرحمن محمد شكري عبد الرحمن مصري الجنسية أحسين محمد رضا إبراهيم يوسف مصري الجنسية أحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى مصري الجنسية مسلم فؤاد طرفان مصري الجنسية أيمن محمود صادق رفعت مصري الجنسية محمد سعد عبد النعيم أحمد مصري الجنسية محمد سعد عبد المطلب عبد الرازقي مصري الجنسية أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي مصري الجنسية أحمد رجب رجب سليمان مصري الجنسية كريم محمد محمد عبد العزيز مصري الجنسية علي زكي محمد علي مصري الجنسية ناجي إبراهيم العزولي مصري الجنسية شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان مصري الجنسية محمد محرم فهمي أبو زيد مصري الجنسية عمر عبد الناصر عبد الحق عبد الباري مصري الجنسية علي حسن إبراهيم عبد الظاهر مصري الجنسية مرتضى مجيد السندي بحريني الجنسية أحمد الحسن الدعسقي بحريني الجنسية والكيانات هي مركز قطر للعمل التطوعي كيان قطري شركة دوحا أبل شركة انترنت ودعم تكنولوجي كيان قطري قطر الخيرية كيان قطري مؤسسة الشيخ عيد الثاني الخيرية كيان قطري مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية كيان قطري سرايا الدفاع عن بنغازي كيان ليبي سرايا الأشتر كيان بحريني ائتلاف الرابع عشر من فبراير كيان بحريني سرايا المقاومة كيان بحريني حزب الله البحريني كيان بحريني سرايا المختار كيان بحريني حركة أحرار البحرين كيان بحريني جاءت لائحة الإرهاب الأخيرة التي أعلنت عنها سعودية ومصر والإمارات والبحرين وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما لتؤكد استمرار انتهاكات الدوحة الالتزامات والاتفاقات الموقعة منها واستهدافها لأمن الدول الأربع وفيما يلي أبرز الأسماء في قائمة الإرهاب القطرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضا منظمات قطرية تم وضعها وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل البيان الرباعي المشترك الذي صدر عن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت تعمل تحت مسمى العمل الخيري وهي تعمل للإرهاب العمل الخيري والإنساني لم يكن سوى قطاء تلحفت به كينات إرهابية أظهرت للعالم غير ما تبطن فبعد أن كانت أهدافها المعلنة الخير ومدي يد العوني للمحتاج تكشف اليوم زرعها لبذور الفتنة أينما حلت وزعزعتها لاستخرار دول المنطقة مؤسسات قطرية عديدة ثبت دعمها للمنظمات الإرهابية لنشر الفوضى أبرز هذه المنظمات التي تم وضعها وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل البيان الرباعي المشترك الذي صدر عن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر هي مركز قطر للعمل التطوعي ويقوم المركز بتخديم دعم وإشراف حكومي رسمي قطري على حملات جمع الأموال للقاعدة هذا وأنشأ المركز سعود الثاني شقيق عبدالله الثاني المضاف على قائمة الإرهاب في الإمارات دوحة أبل وهي شركة خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات قطرية ويديرها أمحمد السقطري المضاف على قائمة الإرهاب وتقدم الشركة المساعدة في حملات جمع الأموال لتنظيم القاعدة وتقدم وسائل تكنولوجيا للاتصال بالقاعدة في سوريا قطر الخيرية قدمت مساعدات لتنظيم القاعدة في المكلة اليمنية قبل تحريرها على يد الجيش اليمني وقوات التحالف واستمرت قطر الخيرية بعملياتها في مناطق القاعدة في حضر موت وقدمت المؤسسة المؤن لتنظيم القاعدة في سوريا مؤسسة الشيخ عيد الثاني الخيرية القطرية أو كما تعرف بعيد الخيرية لدى المؤسسة تاريخ طويل من العمل مع الأفراد والهيئات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتقديم الدعم لهم وتشرف على هذه المؤسسة وزارة العمل وشؤون الاجتماعية القطرية مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية وهي مؤسسة تستضيف مؤيدين للقاعدة وتسهل عمليات جمعهم للأموال كما يعمل دعيمون للإرهاب على الإشراف على عمليات المؤسسة مؤسسات وهيئات ظاهرها الخير الكثير وباطنها الشر المغيت أسست لتزيد من معاناة الشعوب وتبقيها في دائرة مفرقة من العنف والإرهاب اللانهائي